طبعا تحاول روسيا الآن في ظل هذه الأزمة الدولية التي يمر بها العالم وطبعا في ظل الحرب القائمة الآن بين روسيا وأوكرانيا أن تعزز جبهتها الاقتصادية وجبهتها السياسية أيضا فالاتفاقيات التي جرت مع السين من قبل وعدد من الدول الآسيوية جدا مهم لتحصين القدرات روسيا لأنها كانت تدري أو تعلم بأن هناك سيكون هناك أيام عجاف أو أيام صعبة ولكن ربما الجديد هنا دكتور محمد دعوات بوتين إلى تكثيف المفاوضات مع كل من مصر والإمارات وإندونيسيا أيضا لبرومي اتفاقيات لتجارة حرة يعني كيف يمكن أن نفسر هذه الخطوات الجديدة لروسيا هذه الخطوات لها أمية كبرى وخاصة في مجال الطاقة أيضا قد يكون هناك تفاهمات بين روسيا وهذه الدول على مسألة الطاقة وعلى مسألة من يمكن أن تزود في المستقبل هذه الدول بعض مصادر الطاقة الموجودة عندها وخاصة إيران ويمكن لروسيا أن تثق أيضا بإيران حتى بدولة الإمارات التي كانت على الحياة من هذه الحرب وبالتالي كل هذه الفرص أيضا إما لتعزيز قدراتها لتصدير النفط لهذه الدول في حال أنه كان هناك خيار لوقف هذا الإمداد من الغاز لبعض الدول الأوروبية وهو أمر صعب أن يحدث لأن الثمن سيكون غاليا جدا أو نوع من التفاهمات مع هذه الدول في أن تلتزم الحياد في هذه المسألة وأن لا تكون بديل لروسيا لأنها كانت شريكة معها أيضا في أيام صعبة جدا مثل وقوف روسيا والصين مع إيران في عدد من المواقف الدولية هل نستطيع أن نقول أن نحن أمام ربما تحالف روسي جديد مع عدد من الدول في مسعى لتصابق مع الزمن وضمان استقرار بلاده اقتصاديا بطبيعة الحال أخذنا نحن تجربة إيران والعقوبات التي مرت بها خلال 42 عاما السابقة تثبت أنه يمكن من خلال إنجازات أو اتفاقيات ضمنية بين البلدان للتبادل السلعي يعني ما نسميه نحن بالبارترينج يعني تبادل السلع بالسلع أو تبادل السلع بالقيم الذهبية أو ما يمثلها من قيم بسلع أخرى كان نموزجا جيدا يمكن أن تحتذي به روسيا وكل الدول التي يمكن أن تواجه عقوبات في هذه المرحلة فبالتالي عقد اتفاقيات مع هذه الدول التي عانت من هذه التجربة وأثبتت أنها قادرة أن تتجاوز هذه العقوبات يمكن أن يعزز موقف روسيا على كل الاتجاهات ويمكن أن يتخذ من هذه الدول مثل يحتذى به لكيفية مواجهة عقوبات مماثلة مرت بها فبالتالي إيجاد هذه الاتفاقيات أمر مهم جدا في حال ما تم الاتفاق دكتور محمد في حال ما تم الاتفاق والمضيق قدما نحو دعوات بوتين الموقف الغربي كيف سيكون برأيكم يعني سيكون متشنج سيكون هناك بعض الضغوطات على هذه الدول قد يكون هناك ممارسة ضغوط سياسية وعسكرية أو سيادية أيضا يعني يمكن أن يكون هناك ضغوطات على مصر أن لا تقبل بالغاز المصري وبالغاز الروسي فرضا إذا كان هناك تفقيات في المستقبل عوضا عن الغاز الإسرائيلي التي تستورده من إسرائيل علما أن مصر كانت مصدرة للغاز لإسرائيل في فترات سابقة فبالتالي كل هذه المسائل هذه تدخل في إطار تجاوز العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها حتى لو كانت هذه الدول قاسية في مواقفها ولكنها لم تستطع أن تحقق نتائج جيدة كما ترغب من استخدام هذه العقوبات الاقتصادية على هذه الدول والتجارب الواضحة أيضا أمامنا والمشاهد يعرف أن تصور دولة حسرت لمدة 42 عاما وأصبحت من أقوى الدول في المنطقة طبعا هذا النموذج يمكن لداء الكثير من الدول أن تحتذي به وهذا ما يجعلها يمكن أن تكون متمردة على قرار الدول الغربية التي أصبحت تمارس ضغوط غير عادية بالنسبة لسيادة هذه الدول اشتركوا في القناة